اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عندما تأزم الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في تونس وكان ضروري ان المجتمع المدني في ظل المناخ الجديد ان يساهم في هالتفكير في الحلول وفي كيفية رفع رهانات المطروحة على تونس الوقت الحاضر وهي رهانات عديدة ومتعددة مجموعة من الاطارات فيها من مختلف الاختصاصات تقريبا المركز فيه تقريبا الوقت الحاضر 160 و170 عضو اختصاصات متعددة في المجال الاقتصادي في المجال المالي في المجال البنكي في المجال الجبائي ونجم نقول لك اللي بعض المجالات الاختصاصات اللي عنا ما هيش موزودة في مراكز اخرى ولا حتى في هياكل عمومية كما الحال بالنسبة للجانب الجبائي اللي فيها فما اطارات معروفة في الجانب الجبائي في المجال البنكي في المجال عديد المجالات الاخرى في المجال التنمية كذلك ومجال التنمية جهوية اعتقد انها فما خبرات قادرة على اضافة الاضافة الشيء الاساسي نحب الركز عليه هو ان عمل هذا المركز هو خارج الايطار السياسي هو عمل ناس يعني وطنيين حز بهم الوضع الموزود الوقت الحاضر في تونس ويحبوا من منطلق الاختصاص منطلق ديريتهم منطلق تجربتهم يساهموا في رفع الارهانات المطروحة امامنا اليوم المركز باش يعمل حسب الطرق العلمية المعروفة حتى تركيبته تبرز ذلك فيها طبع هيئة تشرف على المركز اه لكن فيه مجلس علمي لان كل الدراسات بشتخرج تكون هذا المجلس العلمي يقول كلمته فيها ومش فيها تركيبته كما قلت فما اه عديد الاختصاصات في الجانب الاقتصادي والمالي لكن كذلك حرصنا انه حتى في التركيبة يكون فيه ناس اه في علم الاجتماع ناس في علم التاريخ لانا لابد الجانب الاقتصادي والجانب المالي لابد من نظرة متكاملة بكري كنت اتحدث وانا كنت اتبع شوية في الواحد في الحقيقة الامور مربوطة فيما بعضها ولابد من نظرة شاملة للمسار التنموي في تونس بجوانبه المتعددة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ما كل نظرة معنتها محصورة في 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 جانب معين تكون النظرة منقوصة في هذا الاتجاه فهذا المركز بدأ العمل امتاعه منذ مدة اول تقرير في الحقيقة قدمناه البارحة في هذا المجال مستوفيق مرحبا بيك نحن سعادة جدا باستقبالك اليوم حقيقة كما يقولوا من نسبة لنا استاني في المو خاطر باش نتحاوروا وباش نحكيوا مع انسان انا نعتبروا من اهم الشخصيات الاقتصادية والمالية في تونس والعبدة والكبير ياسر وكنت على دراية والعلم بكل ما يحدث في تونس واتقالت مالناصب عليا نذكر المستوفيق بكار محافظة المركزي كان وزير سابق وزير التخطيط ووزير المالية وشغل المناصب عديدة وذات كما يقولوا انا كومي دوليتا تونسيين وهذا ينشرفوا به التوفيق نحب نرجع شوية لداليا على خطر مهم ميسر ودوانسة لحبوا يعرفوا ما صار في بلادهم وكيفية من وضعية تحولنا الى وضعية اخرى وكيفية مصننا اليوم نحكيوا على وضعية اقتصادية الصعبة ونحكيوا عليها معاك الى حد 14 جنفيا 2011 سي توفيق وانتي كنت محافظة ببنك المركزي وبنك المركزي عنده قيمته في المنظومة الاقتصادية والمالية شنوم المؤشرات اللي كانوا موجودين شنية كانت وضعية البلاد انترا 14 جنفيا 2011 تونس كانت فالسة كانت في وضعية اقتصادية صعبة هداك علش صارت الثورة هداك علش عباد خرجت اسكو كنا عنا نسبة اقتراض كبيرة ياسر اسكو ما كناش عنا التوازن في المنظومة الاقتصادية متاعنا كيفاش خليت البلاد انت يا ربعة جنفيا واحداش اقتصادية شكرا ان السؤال هي طالب برشة وقت لكن مش نحاول كيفاش نوجز فيه الحقيقة كما تعرفوا الا اذا واحد يقرأ التاريخ التنموية الاقتصادية في تونس يلاحظ ان خلال تقريبا السنوات الاخيرة نسق النمو كان نسق نجم قوله معتبر بين 4.5% و5% نجم قولك العشرية 90.000 كان نسق النمو في حدود 5% والعشرية 2010 كان نسق النمو ب4.5% اقوله بين 4.5% نسق نمو اللي كان نسق يمكن من تحسين مستوى العيش في المعدل نحكي تحسين مستوى العيش نقوله ان كانت نسق ديموغرافي تقريبا 1.2% هذا معنى انت يخلي زيادة في الدخل الفردي تقريبا 3.5% سنوي لكن المسألة المطروحة ان ارجعوا لها بعد شنية الاشكاليات اللي اترحت هو ان ربما توزيع يقيني توزيع هذه الثروة ما كانش ربما بالمستوى ليمكن من ضمان ديمومة العمل التنمو لان هذا هو المشكلة بكري كنت تتحدث على ترابط لا تنجمش تكون تعمل نمو دون ان يكون هناك توزيع لهذه الثروة توزيع عادل لهذه الثروة لان كما قلت معانتها الاشياء معانتها مرتبطة في بعضها اذا كان نسق نمو معتبر يوفر امكانية للزيادة في الدخل الفردي كان وضع مالي معانتها مقبول نجم نقوله حتى طيب حتى نكونوا وضحين وكل التقارير تبرز ذلك معانتها ما تعرفوا المؤسسات العالمية مهيش ما هيش هو quelqueسا Consciousness تبدو مو شي сокان المؤسسات العالمية مش فقط نثان تقارير ayuda على صندوق النقد الدولي ونجم نتحدث الكثير صندوق النقد الدولي والبنك العالم مو شي ورا نجي الوقت الي ن cas نتحظو فيه شنو كان دور هذه المؤسسات العالمية قبل الثورة وبعض الثورة أنا تنجم قرأ تقارير جاد قبل الثورة وقتتك evenings до الثورة تلاحظ ما تغير معانتها الموقفة متاها مؤسسات هذه المؤسسات لكن لكن نبعد عن المواسطة ذي نشوف مثلا الريتنغ بتاع تونس مع الترقيم السيادي بتاع تونس ترقيم السيادي بتاع تونس احنا من البلدان الاولى اللي دخلت في السوق المالي العالمي احنا يقرأ التاريخ الواحد شوف احنا عشنا ازمة في 86 86 70 جال برنامج الاسلح له كنت مدير عام وكنت بالنسبة للباس كنت مهتم بالموضوع بالتوازنات لنكون مهتم بالخصوص على الجانب الاقتصادي ونجم نقول لكم انا وقت هالمؤسسات المالية العالمية والبنك الدولي ما حابش يمول الجانب البنافنج البرنامج العائلات المؤوزة اللي تم اقراره وقت البرنامج وقت اللي عملنا برنامج الاصلاح الهيكلي كان تمويله من صندوق سيناساس ومن الموارد المتوفرة ان المؤسسات المالية العالمية لم تقبل تمويل هذا الجانب الاجتماع لكن حرصنا وحرصت تونس على ان يتم تمويل ذلك لان لا يمكن ان نقوم باصلاحات من هذا القبيل دون ان يكون هناك مراقبة اجتماعية لهذا الاصلاح اذا قلت ترقيم نجمو نقوله في تحسن متوسط خلنا في في الحقيقة بعد سبعة وثمانين عام تسعة وثمانين تسعين عملنا سكونا بنا رومبورسمان تي سي بي رجعنا الفلوس خذناه من صندوق النقد الدولي رجعنا في تسعين ونجمو قولك من تسعين واحد وتسعين الى الفين واحداش علاقتنا بصندوق النقد الدولي كان علاقة عادية كما هي العلاقة اللي كانت بين صندوق النقد الدولي وفرنسا وبلد المتقدمة الاخرى يعني يجي من صندوق النقد الدولي يقول ان صندوق النقد الدولي بالنسبة اللي يدخلين معاهم فما فريق يجيك مرة في السنة يدرس الوضع الاقتصادي ويعطي تقرير متاعه ونقش التقرير مع البلد المعاين هذا اللي كان موجود في تونس من واحدة وتسعين منذ انه قمنا بالتسديد المسبق للسطنبايل القرض السطنبايل اللي خذناه في سنة سبعة وثمانين يعني الى سنة الفين وواحداش وكنت تحدثوا بكري على زوز قروض لجهة الفين وفلتاش وطول القرضة القرضة الهدية ارجعنا وقتها الى صندوق النقد الدولي اذا بعدها اربعة وتسعين ادخلنا للسوق المالي العالمي بدينا ندرج الى صندوق السوق المالي العالمي كنا من اول بلدان مع افريقا الجنوبية تقريبا ليدخل للسوق المالي العالمي واخذينا الترقيم متاع المستثمر متاع درجة مستثمر يعني يسمحنا باش وقت ندخله للسوق معانتها نتمكنه من تعبية الموارد اللازمة لتمويلات متاعنا دون اي شروط لان شرط الواحد وقت تمشي للسوق هو انا هو الثيقة متاع السوق فيك هو يعني معانتها التاريخ متاعك كيفاش تسدد ديونك اشن هو الوضع الاقتصادي متاعك كيفاش قاعد تجاري في الاقتصاد متاعك هذه الاشياء لي ما لا نعطيه كونترو بارتيس تسدد الى معاناة الثيقة الاسواق هذه تعطيها في الواحدة 94 ثم درج بنا تحسن هذا الترقيم الى انو وصلنا في 2007 وقت قد 2007 و2008 ثم مؤسسة الترقيم هي يابانية اسمها ايرانداي ريشارش الانفنسمنت اللي حسن الترقيق ترقيم تونسو وطلعت به الى اماينس معانتها هو دخلنا في نادي نادي متاع البلدان اللي هذا عام 2007 و2008 مازلنا نحن ابني معها ايرانداي مازلنا معها بالطبع هذا الترقيم الكل الدحرش الى خسرنا الانفنسمنت الجريت والوقت الحاضر وصلنا باش هذي من الاشياء ربا ما واحد البرع حنا نتحذر فيها شوية انا نجيوه احسن اعتد مؤسسة متاع الترقيم اللي هي ستندران بورس ونتخلو عليها منع الموش اللي ستندران بورس في الحقيقة اولا اقوى مؤسس ترقيم عالمي ثم اثنين اتنجم نعم تعمل ستندران بورس وانا حتى اذا كان ما عندكش علاقة مع مؤسسة كما هكا هي شو دورها تقول كلام للمستثمرين اللي يستثمروا العتوفيق واجبها ان المستثمرين اللي حطوا ثيقة في الباند تونيزيان اذا ما هتقول لهم ها هو الوضع في تونس واضع اذا انت خاطر عامل التقرير معانتها ما هوش ما يمشيش في نفس الاتجاه معانتها هذا اشياء اللي ربما تونت حدثوه فيما بعد لكن حبيت نرجع نقول وضعنا المالي كان وضع معانتها مقبول سليم وطيب سليم عجز الميزانية كان اقول لك معروف 2010 واحد فاصل واحد في البياء واجب نقولك كان تقريبا متزن لان في 2010 فما في الميزانية متاع 2010 فما منفقات ل2011 حطيناها في الميزانية متاع 2010 فما تسبق للصندوق للصندوق الاجتماعية تقريبا 150 مليارد تم اعطاها منه 2010 اذا نحسب بكية تقريبا معانتها العجز يكون اقل وربما حتى نصله الى توازن في حقيقة كانت شبه توازن للميزانية في 2010 انا خرجت من البنك المركزي الرصيد من العملة كان في حدود يعني 13 مليار دينار احتياطي العمل السعر احتياطي العمل السعر تقريبا 150 يوم من 147 يوم من 147 يوم من الوريدات هذا هبط الوقت الحاضر رغم اننا في نفس اخذينا من 2010 2016 تقريبا التدائن الاضافي متاعنا التدائن الخارجي الاضافي متاعنا تقريبا 30 مليار دينار قل قايل 30 مليار دينار انطلقنا ب13 مليار دينار ثم 30 مليار دينار من التدائن ورواحنا الوقت الحاضر ب12.5 مليار دينار معنتها من الرصيد من الغن اخرى سي توفيق دينار تاح وانت تحكي 15 مليار دينار تقريبا تأثير الطياح الطياح الدينار طياح الده هو سانكسون لم يكن يقولوه ليس مسئولية لا يوجد صفة عفوية الطياح الده لانه لا يوجد خيار اخر لانه انتاجية نقصد لأن توزناتنا اللونين خرمت هذا اللي جعل أن الدينار يطيح إلى المستويات هذه ربما نرجع بالموضوع حبنا نزيد نقول أن نسبة الددائن نسبة الددائن الخارجي كانت في حدود 37% من النتش إذا من الناس تعرف أن هذه النسبة وصلت في فترة معينة إلى قرابة 60% ومن 60% هبطت إلى 37% من النتش المحلي الإجمالي أحنا قعدنا من 2007 تقريبا نقول لك 2007 آخر إصدار قبنا به في 2007 وقبنا به في اليابان قبنا به في أوجك عند انطلاقك الأزمة المالية العالمية خروج على المستوي السوق المالي لماذا نسبة الفايدة اللي تسلفنا بها وقتها المهم في نسبة الفايدة مش نسبة القاعدية مهمه كالهامش الهامش للمعرج هكية لتعطي ثقة الأسواق في الواحد وقتها خرجنا لفترة 20 سنة القرض بعشرين سنة بهامش بسبعين نقطة نقطة قاعدية ما معلتها؟ 0.60% أحنا خروجنا تاو الوقت الحاضر لازم تحسب في حوض 0.6% لازم تحسب تقريبا 5-6% في حوض الواحدة معت أكثر تقريبا قربت 10 مرات يعني النسبة اللي كانت موجودة في الواحدة يوم بعد الجنب 2-11 خرجت البنك المركزي ستوفيق ما خليت في البنك المركز ما كانت موجودة في المركز البنك المركزي وقتها كان كما قلت لك كانت 13 مليار دينار من العملة الصعبة وكانت فيما كان يوض موارد متأتية بش نصحح الأمور متأتية من عندك تقريبا 2.5 متأتية من تونيزي تليكوم هذا اللي نذكر فما تقريبا مليار دينار جاي من أرباح البنك المركزي ثلاثة سنوات من أرباح البنك المركزي هذا 3.5 وعندك أرباح بعض المؤسسات تقريبا فيها حوالي 5 مليون دينار 5 مليار دينار 5 ألف مليون 5 ألف مليار كانوا موجودين من البنك المركز وهذا هذه من الموارد بالطبع دي في الحقيقة مش نكون واضحية معتها دي موارد كانت 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 سيتم استعمالها لعديد عديد الاستثمارات تولدت مدى سيتين معتها أن هذا المبدأ أساسي المبدأ أساسي في في تصرف في المالية العمومية هو أن الموارد الغير عادية ليجي في 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 المالية العمومية لا يجب أن تستعملها في في نفقات متكررة في نفقات الجارية يجب أن تستعملها في نفقات غير عادية والنفقات الغير عادية هي الاستثمار بالأساس يجب أن تستعملها لإعداد البلاد إلى نسق نمو أرفع اللي هو يدر بموارد معنتها عادية للميزاني هذا المبدأ الأساسي ربما اللي كان كنا نعمل عليه في هذا الاتجاه الشيء ربما نقوله لأن لأن واحد يجب يكون موضوعي في هذا الاتجاه يجب أن يكون موضوعي كانت فما إيجابيات كانت فما أشياء كانت 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 من تلافيها أشياء هذه أولا كما قلتنا المشكل الكبير ومشكل توزيع العادلة العادلة للثروة هذا مشكل أساسي ولابد كان لابد من إيجاد الحلول عن طريق دفع التشغيل وخاصة تشغيل الإطارات والعليا والاتشارة الخرجين المرحلة يعني خرجي الجامعات التشغيل التشغيل ثم النقطة الثانية هو معنت ربما وخرنا شوية في ربما كلكو سنفرسكتور طرقات السيارة اللي كانت ماشية خاصة للوسط الغربي وللجنوب الغربي هذي طريق السيارة خاصة اللي نعتقد أنها أساسية اللي تنطلق من تونس ثم القيروان السيدي بوزيد القصرين قفصة هذه طريق متى أساسية وخرنا في بعض يعني الأشياء الأساسية كما الميناء الميناء العميقة عميقة وخرنا في بعض المشاريع في مجال التكنولوجيا والمشاريع هذا ربما الأشياء اللي كان ربما تعطي وربما هو في الحقيقة كانت تفهمة نية لهذا وأدل على ذلك أنه كانت تفهمة موارد مخصة لهذا لكن الوقت ربما ما كانش ما كانش كافي وربما سيبري أمبير روتار بور إسهيد معنى أكسليري وقت ديار نحن ديما نقارن بالمغرب المغرب وقتها هي أكسليري أمبير بروسيوس التوضيح سترموهم برشا كلام تقال بعض الثورة وبرشا خلط وبرشا جلط وبرشا كلام مبني على خط صحيح وضر حتى المصداقية متاع تونس مع تالي همنا نحن بريتو وخط الناس نجم تتكلم وهذه هي حرية التعبير والديموقراتية لكن فما كلام راه يمس تونس يمس بلادنا تجاد وبيت سياسي والاختلافات ونجم نختلف ونجم نكون وفمتي متوافقين مبعضنا لكن وقت صورة تونس ومصداقية تونس تمس وقتها لازم نسل كل تاقف ونسل كل معناتها تاخو موقف واحد حبيت نرجع لك استوفيق فما كلام تقال وقتها على احتياط الذهب والبنك المركزي والكاف المركزي وكيفاش فما ذهب بخرجه ونقص الاحتياط معانتها موقفك انت سهل نمس وذهب معانتها بالسهولة هذي تتم العملية ويخرج ذهب وفما شكون وقتها قال ليلة بن علي قبل الثورة هلست تذهب معانتها حبيت معاك نوضح هالحكاية هذي كيفاش شكون يمس الكاف متاع بانك سنترال شكرا صحيح كلام برشد قال وانتوك الامور توضحت لان تعمل وديت المرة الأول وديت المرة الثانية وديت المرة الثالثة وبرصد ان ما فماش حتى نقص في الواحد فرصة بانش نقول كما اكدت عليه رو هذي مخدم شصور تونس اذا اذا الدحرش الترقيم السيادي متاع تونس رو من هالكلام الفرق وراه انا نحمل المسئولية للناس وحتى الوسائل الاعلام لخرجت الاشياء من هذا القبيل انا انا مش معقول هذي الالية اللي نخدمو بها في مخص اذهب في مخص الستقوم تعذب والدخول للسائر نقول واحنا اراهي نفس الالية اللي معمول بها في نفس الالية معنى تش معنى نفس الالية في كل اتاب فيما دو شوز فيما يعني بالرقم وفيما كله العادي وكل اتاب باش تدخل للسائر اربع اتاب كل اتاب فيها زوز دو 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 امور تصير هيك يلزم ثمانية ثمانية من ناس معنى يلزم ثمانية من ناس يكونوا متفقين ويجيبوا من جنيب يدخلوا هذا الحاجة الأول وهذا غير وارد غير وارد والحاجة الثانية نحن نقول معنى ترجع للكاميرا موجودين لكل مصير الكاميرا معنى الفترة وش حاجة الثالثة معنى ينجم واحد يرجع بين تقتنى فعليا ولي موجود العمليات اللي تمت في هذا الاتار ويلقا ومعتها الوديد كما قد اكسر عديد المناسبات وما فماش اي جرام لنقص في هذا الاتجاه هذا معنتها كانت داخلة في امور متاع التصفير حسابات وكانت داخلة في امور متاع تصفير النظام وكانت داخلة في مش نكون واضحين في هذا الاتجاه هذا لان في حقيقة فما ناس غلطت فما فرق بين بلاد اللي تتواصل ونظام موجود فما ناس كانت تظهروا في النظام ضربت البلاد هذا يجب يقولوه لان هذا اشكالية كبيرة ومسئوليتهم معنتها كاملة في الوضع اللي تردد فيه الوضع الاقتصادي وخاصة في ترتيب تونس والصورة اللي اصبحت عن تونس البرة وانتي تعرف شنه هالصورة الموجودة الوقت لحظ ففرصة هذية اعطيتها لي باش نوضح الامور هذية وباش نقول ما فما شي من هذا احنا اشتغلنا في اطار معتها واحدة في اطار شفاف ولا ادل على ذلك ولا الاشياء هذية لا تغيب على المؤسسات المالية العالمية وخاصة على مؤسسات الترقية رأوا مؤسسة الترقية ولا موديز ولا تفلي الامور من هذا الواحد ما فما شي حاجة تكون واضحين وهذا كاليبرز في هذا المجال المجال الاقتصادي والمالي معتها الشفافية اللي كانت موجودة في هذا الاتجاه احنا كنا بالبنك المركزي ادخلنا ادخلنا الوديت الوديت اكستير كانش موجود ده وقت انا جي اكزيجي كل الكنت البنك سنترس ووديت اي بردوز اوديت 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 اوكستير وهذا كان معمول به معنتها من تقريبا من 2005 2006 ادخلت البنك المركزي في 2004 حتى نضمن الشفافية وحتى تبقى الشفافية هذا الاتجاه هذا الحبي تنقولوا ان الشيء اساسي وجوهري واضح استوفيق يعني ما نجموش نستخلو احنا ما جزء التاريخ والماضي جزء لكن احنا اليوم مولد اليوم استوفيق بكار اليوم معنا ما نجموش ما نطرحوش معه الاسئلة الحارقة نتعى الراحة بتاع اليوم 2016 اليوم نوفمبر 2016 اليوم قاعدين نعين في نقاش يدور محور الرئيسي العملية الاقصادية والمالية على ذو قانون المالية المعروض للنقاش 2017 عقدة عقد القانون اليو اصبح معروض حتى نقاش في الطريق العام والتوانس الكل تتحكي فيه وكذا قضية هالزوز مقاربات المتناقضي الزيادة في الاجور الحكومة تقول من نجمش ولا الصندوق النقد ما يحبش محكم نبسطها حتى بالجملة الشعبية ولا اتحاد يقول لك ما فماش يلزم تنمشيه في المسألة هذية اليوم لو كنت في موقع قرار او من موقع خبرتك الاقصادية والمالية اليوم شكون عنده الحق في الخلاف هذي اليوم بش تفهمنا يعني الاندراب الجد معناها العلاقة معناها اشتراطات البونك مونديال اليوم والاشتراطات صندوق النقد اساسا معناها اللعب لا ما فر منها قدر وثالثا شنية امكانيات المناورة المطروحة والمفتوحة ماما الاقتصاد التوسي حتى يخرج من عنق الزجاجة موجودة امكانية واليوم لو كان جيد في موقع قرار شنية القرارات الواضحة والدقيقة والعاجلة اليوم الي يرزم تخلي ترينو على السكة وفق وجهة نظر توفيق بكر شكرا اولا خليني نقول الوضع الاقتصادي بعد خلال سنوات الاخيرة كان يعرف الجميع نوضم متأزم جدا نسق النمو في تراجع تقريبا واحد ونص واحد ونص كما قلت معناها ثلث نسق النمو اللي كنا نعرفه قبل تقريبا النمو النمو ديمغرافي معناها تونس الدخل الفردي في المعدل موش قاعد يتقدم هذا الاتجاه ثم فما توازنات مالية اللي انخرمت حتى نقوله واحدة وضحة صعيب وصعيب جدا جبتلي الميزانية لكن فما الميزانية فما ميزان المدفوعات سادة كذلك فما الدين انتعنا نحب نقول بالنسبة للميزانية ميزانية العامة للدولة النسبة اقتطاع على موارد الدولة اذا نخل الميزانية مقارنة بالناتش المحلي الاجمالي كانت في حدود تقريبا 28% تقريبا خلال 2010 ارتقت الى 33% تقريبا مع انت فما زيادة با 4 او 5 نقاط تقتطحهم الدولة في الميزانية على الموارد المتاحة في البلاد يعني انا الدولة عاشت فوق امكانياتها مش كونوا واضحية ونحب نقول حتى السنة حتى سنة 2017 تقديرات سنة 2017 يجبنا نعرف الميزانية تزداد تقريبا بـ 11% والناتش المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية يزداد بـ 7.7% ثم فرق يعني قاعدين ما زلنا ماشيين رغم الصعوبة الميزانية دي ما زلنا ماشيين في نفس لاتجاه اللي هو اقتطاع اكثر ما يمكن منها لانا علش نقول هذا لانا اذا كان الدولة تقططعها موارد اولا فمسكونابل معنتها الفيديفيكسيون معنتها المؤس من انت تقططعها تقطعها من السوق تتسلف من السوق اذا تتسلف فيها من السوق والموارد محدودة بالطبع العواني الاخرين اللي هم العواني اللي ينتجوا الثروة ويتطوروا الانتاج باش يكونوا مقصيين من عملية التمويل ولا ما يحد من نساقة التنمية في هذه التجاه فما تكامل بين مختلف الاطراف بالطبع الفورولاتي فيزي ده بور الفودير اللي رأي الميزانية مش كل شيء فما الميزانية فما يزم يكون هناك برنامج اقتصادي وانا في البارح في تقديمي للوثيقة قلت فما يزم يكون هناك برنامج بمستويين واقترحت حتى بالنسبة للمخطط ان نعيد تركيبة المخطط حتى يكونوا فيها زوز مراحل مرحلة الاولى مرحلة استرجاع الثيقة مرحلة استرجاع التوازنات على الاقل حتى البلاد على السكة باش نسترجعوا التوازنات متاعها وبيش نسترجعوا الثيقة لأن يعني بدون ثيقة الاقتصاد شنوه بالاساس اولا هو الثيقة بدون ثيقة بدون معنتها ان العوان الاقتصادين يرجعوا للعمل ما هوش ممكن بيش نتحدثوا على مرحلة اولى عامين 2017-2018 نسترجع فيها الثيقة نحط البلاد على السكة التذاور متاع الوضع مش سهل بيش تصلحوا في عامين لكن نحطها على الاقل على السكة بيش تصلح في هذا الاتجاه وبعد يجي مخطط بيئة معنى الكلمة مخطط تنمى ويكون فيه يعني اصلاحات جوارية نعدد عشرة اصلاحات جوارية كبيرة نجم ونرجعولها وما معنىش الوقت اللي لازم كان عشرة اصلاحات جوارية اللي اقترحتها في هذا الاتجاه برنامج قصير المداع على عامين يمكن من دفع التنمية وارجع التنمية لان مشكلة داية مشكلة كيف نرجع الى نسق تنمية وهذا ضروري ان وضح رؤية ضروري ان نعطي البلاد مشروع ضروري ان نعطي البلاد مع انت منوال يلزم هذا المنوال يلزم يكون واحدة المشكلة الكبيرة هو مشكل يلزم رؤية يلزم رؤية تنموية للمستقبل وهذا هو اللي انقصنا في الحقيقة لان كل شيء كل شيء تحل اذا كان فما الرؤية الواضحة وارحنا او نشوفه في الديبان نشوفه فيه البارح في فرنسا على المشكل كل مشكل رؤية يكونوا وساعات حتى فما حساسيات في نفس نفس الكوع معنا تلقى شوار رؤية هذي شوارة يلزمنا رؤية في هذا الاتجاه وانا حاولت في يعني في تقديمي البارحة بشنقول شو شو تصوري لهذا المنوال انا فما شو قول يزم منوال دامج لكن اقول يزم منوال دامج ومتزن دامج بمعنى يلزم يجمج يسعى الى دامج اكبر عدد من خرجي يعني من طلبات الشغل وخاصة من خرجي الجامعة وهذا يعني التركيز على قطاعات تولد معنا مثل هذه المواطن الشغل يعني التكنولوجيا الخدمات الخدمات المالية احنا كان عنا مثلا مشروع متاع البورفينونسي متاع روات كان ذاكا كان داخل فيه تصور ناس يظن لبني وانتظن لها رأوا كان فيه تصور كامل كيفاش نرتقي بتونس الى يعني فضاء مالي على اقل مغاربة نعرفوا شو الحجب متاعنا على اقل مغاربة المغاربة تقدبوا علينا في هذا الانتجام كان حذرنا عاودنا عاودنا نظر في شي اسمه البونكوفشار كيفاش بش البور اتري البونكوفشار عملنا اتفاقيات مع شي اسمه مع السيتي متاع لندر متاع اللي هي معروفة بالواحدة عملنا اتفاقيات مع بلدان في الخليج في الانتجام نعد الى ان تكون تونس كانت تونس معنتها لانا علاش المشروع ذاك كان يشغل لنا خمسطاش نلف خريش من التعليم العالم خمسطاش نلف خريش في الاختصاصات الاقتصادية والمالي تصوروا خمسطاش نلف انبونكسون دو كان زميل معنته وديناميكية كبيرة هذا العنصر الاول عنصر الثامن كنقوله دامج دامج للجهات وانا قدمت البارح تصور في هذا قولي اخويا يلزمنا يلزينا من هال تجاذبات هذي شمال جنوب شرق غرفي اخويا يزمن نظرتنا لتونس يكون النظرة متاع شاريت ساحلي مندمش متكامل اطراف مطلة على البحر الامر المتوسط تكون عنده القدرة التنفسية بش 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 يستغلك الديناميكية الموجودة في هذا الحوض البحر الامر المتوسط يعني تونس كاملة تتحول الى ساحل الى شاريت ساحل الى شاريت ساحل القاسرين كانت جيت فيه دنيا شاريت ساحل هي قد تتبع بالطرقات باللوحة شنية شو لهم كل جغرافيا متاع تونس 150 كيلو متر انا شو فول هذا تصور هذا تصور وعلاج مبكر يقولت لكم تأكيد كبير على الطريق السيارة اللي تمشي اول اني يزمنا ربيد ماهوه الحمدلله هو الطريق نحوه جابس بش تفتح طريق نحوه بين البوسالم بش تفتح يزمنا نوصلوها الحدود الجزائرية يزم الطريق متاع زاد اقابس توصل حتى البنجردان وهذا مبرمج فاللي تجاه لكن يزمنا ربيد ماهوه لانجاج الطريق السيارة القروان قروان سيد بوزيد قاسرين قاسرين نعم هذيك ونعملوه ام اياج معانته يزم طرقات اه اعرضية اي شرق شرق غرب اي احنا ديمة كونا نعملوه اي شمال جانوب طرقاتنا دائما دائما من اللي ورثناها شرق اخوية طرقات شرق غرب طرقات معانته تربط تعملو ام اياج بين الطرقات هذيه وطرقات كما اللي عنا تقول لكن موسعة تكون طريقة بزوز دو سانس كما الطريقة الوطنية 12 13 14 15 هذه الطرقات المتوازية اللي لابد أن تتطوروا لابد أن تكون عنها معناتها ثم يعادت النظر في بعض الخطوط الحديدية وخاصة بعض الخطوط حتى تتطور الخطوط الحديدية فهما الخط المعروف الكبير اللي فيه جدل كبير وخلطت عدد ستة بين القيروان والسيدي بوزيلي نجم يورق القيروان والقسرين نجم يوربط بين هذي الجهات فهما ماياج يزم يكون ويزم نظرتنا لأن شو أنا نقوله عليش النظرة هذي أولا كما قلت أنت العمق متاع تونس ما هو شو عمق كبير ثم ثانيا فما مشاكل على الساحة الوقت الحظ فما الساكل متاع بيئة فما مسائل متاع استغلال سيليكس بوتاسوم متاع الموارد الموجودة وفما دولوتكوتين معنتها موارد متاحة وموارد بشرية متاحة يلزمنا ننجح في إيجادة كالماياج معنتها بينا وعذا وطب ونبعدوا على التجذبات كلها معنتها هل هذي شمال جنوب أنا حتى في فكرة هكال الاطرحة في وقت معينة هذا يقول عندي موارد في جهة معينة نستحوذ عليها ونستعملها كان جهة دي كان عندي اقتراح قوله أخي هتنا شنو نعمل صندوق للتنمية جهوي صندوق وطني للتنمية جهوي اتصب فيه كل الموارد هذي المقتطعة من الأرباح أرباح جدي بيال أرباح إذا كان فما مؤسسات رابحة ولا دولة تنجم تساهم فيه نحط فيها كل برامج التنمية الجهوية لكل الموجودة وهي عديدة وهذا صندوق يكون صندوق متع تنمية جهوية لفائدة كل الجهات حسب مؤشرات معينة بالطبع في حاجة الجهات الداخلية حسب معنتها مقاييس موضوعية عدد السكان حجم البيطالة الفقر نسبة السلاك نسبة كل هذه المواشرات نعتمد على شبكة من المواشرات لتوظيف الموارد الموجودة ونبعد على هاته جدوبات هذي أنا الموارد عندي نقوم منها هذي مناطق لابد أن تكون يجب أن تكون نظرة متع تضامن بين مختلف الجهات ونظرة متع هكا صورة إلى تونس اللي تنظر إلى المستقبل وصورة إلى تونس طلع للبحر الأمن وتكون لها القدرة التنفسية اللي انت احنا دخلين في اتفاقية شراكة في إطار لاليكا يجب أن نعدولها يجب أن نعدولها ويجب أن نعدولها ويجب أن نركز على المصالح متاعنا نركز على ضرورة أنه أهل نسيز الصناعي نركز على ضرورة حتى قطاع الفلاح بيش يدخل في الاتجاه احنا مستعدين لهذا عداد الجيد فما خطر في هذا الاتجاه نتلافى هذا الخطر فقلت هذا كذلك تصور جاء البارح ولا بد من تركيزها لي إلى جانب عديد الإصلاحات الأخرى في الجانب الاقتصادي عندي فكرة أخرى اللي ظهروا لي نرجعولها ومباكري يتحدث عن سياسة دورها كبير في هذا الاتجاه أنا نقول أن أكبر خاسر في عادة النظر في الدستور التونسي والجانب الاقتصادي أكبر خاسر وتقولوا وعلاش الوضع الاقتصادي ما تحسنش أقرأ نتي الدستور الجديد تلقى في الخدام عنده الحق في الحماية الاجتماعية عنده الحق في الأجر عنده الحق في الضراب عنده الحق وأنا مع هذا ما عنديش حتى شك لكن كان ضروري أن الجانب الاقتصادي يكون موجود صاحب الأعمال يكون عنده الحق في المبادرة يكون عنده الحماية اللازمة بيش يشتغل عنده فما أشياء أنا نعني أتقدم فما اقتراحات خدمتها حماية المؤثر الاقتصابي بلطبط حماية المؤثر الاقتصادية انا قد наблюдت كان فيما تعديل الدستور ولا حتى بقوانين أساسية نجم نعود دورها أول حاجة مثلا احنا كان عنا مجلس اقتصادي واجتماع كان ينظر في بعض الإصلاحات الجوهرية الكبيرة في المجال الاقتصادي والمالي وكان ينظر في القوانين شوف القوانين اللي تعدات للمجلس شوف تركيبة القوانين هذيه برشة خطأ فيها حتى علمياً شوف قانون البنكي شوف قانون البنك المركزي ساعات فيما قوانين شوف قوانين اللي قاعدة اربع وخمسة اربع سنين في مجلة الاستثمار هذا فضروري قبل كانت فما مجلس اقتصادي ينظر في هذه يصفي لو يعطي قراءاته يعطي قراءاته يعطي قراءاته حتى القوانين يعد القوانين يقول هذا الفصل هذا الفصل هذا 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 يكون دعم كبير لتحسينه ما فماش فضاء الوقت لهذا وين هو الفضاء الموجود الوقت لهذا والنواب مش بالاحرة متكونين على المساعدة والنواب مش مولين على المساعدة الثاني كل واحد يقوم بخدبته ولكن يعدوا العدة الى النواب يشخونوا هذا الشيء الأول الشيء الثاني اكدت اكدت على ضرورة ان يكون جهاز الاحصان تعني يكون جهاز قلنا يزم ارتقاء بالمعهد الوطني الاحصى الى ديمقراطية هذه اذا فم ديمقراطية لابد ان الاعلام يكون وقلنا الاعلام يزم المعلومة الاقتصادية يتكون متوفرة للجميع ودور المعهد الوطني الاحصى الضروري واساسي في هذا الاتجاه هذا من الشيء اللي كان من المفروض جودة في يعني الدستور ويعطي نظر فيها ربما بقانون اساسي اكدت على ضرورة ان نرجع الى الصورة متاع الادارة اللي عرفناها منذ الاستقلال ان ادني سرسندو كاريال خطر تغيير الاطارات على مستوى الوحل ولا الوزراء يتبدله اما اذا تغير الوزراء وتغير في نفس الوطن الاطارات العليا او تسعطها برا شوف الادارة الجباية الوقت اللي حتى تكون فيها بشي نجم يقدم لك هذه الاصلاحات هذي ان ادني سرسندو دو تيب سبويل سيستم عند هال انساني جي هزي كما قاعد في الولايات المتحدة الامريكية ذلك النظام موجود احنا تعودنا منذ الاستقلال على ادارة ان ادني سرسندو كاريال معانتها ذات سلك وظيفي لابد من ابراز ذلك وما يجب يكون الا في الدستور ولا في قانون اساسي فيها ثم عديد الاجلات الاخرى اللي اقتراحتها من الاجلات الاساسية معانتها شنية الفكرة الفكرة الرفع في شأن الشأن الاقتصادي والدور الشأن الاقتصادي انه شأن الاقتصادي ما كانش واحدا فما معانتها الاعتناب الوضع وبلاش اقتصادي يتطور راههم ما عندهاش لا يكتب لها الدواب ثم سمحني في الكلمة انسيرك الفيرتو يجب أن يكون موجود حلقة إيجابية يجب أن تتواجد بين الديمقراطية والحرية وحرية الأعلام من ناحية والتطور الاقتصادي والتطور الاجتماعي وتحسين مستوى العيش بدونها لا يكتمل هذا ولا بدونها ما هوش ممكن باش نتقدمه في الجانب السياسي نحب العود نسأل على تفصيله وهي موضوع انشغال يومي تقريبا منذ أن أعلت الحكومة نيتها في عدم في تأجير الزيادة في الأجور ستوفيق شنو موقفكم الحكاية دي والله يا موقفي الوضع الاقتصادي انتم تعرفوا أن الأجور كتلة الأجور في الوظيفة العمومية تقريبا أكثر من ضعفة بين من ستة ونص تقريبا بس خمسة مليار دينار إلى يعني أكثر ثلتش ونص تقريبا مليار دينار في فالتطور كبير وإذا واحد يشوف يقول التطور هذي فينا المال بوردشات حسنشي في دونس لأن الأمور الاقتصادية يراني مترابطة فيما بعض إذا تزيد الوزور واتطور في الوزور دون أن هذي بشي أدي إلى زيادة في تضخم إذا كان الإنتاجية متعة حسنشي وزيادة في التضخم بالطبع هذي بشي نقص في القدرة الشرائية وفينا المال معناتها سيتان كودي بيدان لو معناتها زيت في الوزور اسميا بفعليا ما فماش زيادة في الوزور أنا أنا أعتقد أن نزل من أن يكونوا فهمين الوضع عم تعل رغم أن القانون المالية يقترح يعني تأجيل هذه الزيادة فإن العج عجل الميزانية في حدود مرتفعة جدا بما فيها حتى يكون أجل زيادة حتى يكون أجل زيادة هذه يجب أن يكونوا واضحين في الاتجاه وأنا أقول الحكومة ما قالتش أنا نتراجع هالزيادة المطلوب اللي تلبوت الحكومة هو معنتها يعادت برمجت أعطاء رزنامة جديدة في هذا الاتجاه أنا في الحقيقة من خبيش عليه كنت كنت تحدثت مع السيد الرئيس الحكومة وطلب رأينا في الموضوع وقلت ما أراه ما هوش مش ممكن نكمن ونواصله بمستوى من الوجور سيد يا هاو نعطيك مثال نحن نتحدثوا على التنمية هتعرفش ميزانية التنمية كيفاش كانت وقداش معنتها براتيكمو 5 بويندو بي بي اخسرناهم بين 2010 و2017 في ميزانية التنمية معنتها براتيكمو كي بدينا في 2011 كانت 4 بليارد دينار تواهوني 5 مليارد دينار معنتها منبا لانفلاسيو معنتها في الاتجاه مش ممكن مش حدثوا على تنمية إذا كان الموارد متاعنا الكل تمشي للأجور تمشي وخاصة وانا فبدينا في 2015 كتب التغريدة على على القانت فيسبوك قلت قلت لاني دوميل دي ست لاني دو تولي ريسك ان دوميل كنس جو ست لاني دو تولي ريسك عليش يا في دو دوني أولا وصول هكا الوزيادة المبارمجة إلى أوجه إلى التأثير متاح نذكر وقت التأثير كل 2.1 مليار بري ثم بولوغ أول مرحلة لبداية تسديد القرض متاع صندوق النقد الدولي مع كان مبارمجة تسديد القرض القطري ولكن توخر جاب ربي الواعي بهذا الوضع الصعب من 2017 كان موجود منذ سنوات اكتبت قطلك في 2015 كان ضروري الاستعداد لذلك في بلاد تحترم نفسها وفي حكومة تحترم نفسها لابد من أن تحكيش على الحكومة الحالية من الحكومات السابقة الكل لكلنا مسؤولين كما قلت أنت الحكومات تمر والدولة تبقى يجب أن يكون واضحين في هذا الانتجاه مسؤوليتنا هو أن نعد إلى المستقبل ونأخو الاحتياطات اللازمة للأوضاع اللي نتردد فيها البلاد وإذا كان موصلناش باش نلقوا الحلول اللي تعدل شوية في هذا الاتجاه على الأقل تعدل في تأثير زيادة في الأجور بالنسبة لهذه السنة في خيبة المنسى لأنه هذا بشي جرنا إلى وضعيات أصعب وأصعب ويقيني أنا كذلك نعرف أخوان في الاتحاد التونسي لشغل أنا يقيني أنه في نهاية المطاف لمعانا هال ونعتقد العقل بشي فوق التوفيق في صقيفة 2015 رئيس الجمهورية سيد باجي قيل سبسي عمل اقتراح قانون مشروع قانون المصالحة الاقتصادية أنا حسب المعلومات اللي عندي أنت معا هالمشروع القانون هذي اللي ابطى إلى حد الآن لم يقع اقراره صار فيه العديد من تجدوبات والاختلافات فما ناس فهموا بالغالط فما ناس فهموا بالصحيح فما ناس معاه فما ناس ضده معلتها التونسي اليوم مهوش فهم بالضبط هالقانون المصالحة دي شنية الجدوى متاعه بالضبط كانت تعطينا الموقف متاعه كنتين درا لازم نمشوفي مصالح الاقتصادية يانا كواسا كونسيست المصالح الاقتصادية اللي لازم نمشوفيها واللي يمكن تنفع البلاد و تجيب منفع البلاد أنا فعلا أنا كما قلت أبو عز أنا ننظر من الموضوع مش موضوع الشخصي يعني الاشخاص الناس قاعدة تسلك في أمورها لا لميت قاعد القضاء قاعد يقوم بدوره والناس قاعد تسلك المشكلة المشكلة الاقتصادية المشكلة الوطنية راه نحو نحو من بالنا إذا كان نريده أن الاقتصاد يرجع إلى النمو إذا ما فماشي ثقة ما فماشي نمو الاقتصاد مبني على الثقة ونقوله الثقة تهزت تهزت نتحدث مع أصحاب الأعمال أصحاب الأعمال عديد المجمعات يقول لك عندي مشاريع ما نش بيش نذكر بعض المجمعات عندي نعرف أربعة ولا خمسة اللي عندها مشاريع تستنى تترقب يقولك بيش تترقب نترقب حتى نشوف شنو الوضع وين ماشي شنية الثقة بيش ترجع لأن المسألة الاقتصادية مسألة الثقة المصالحة ترجع دون ترجع ثقة ترجع ثقة عليش ترجع ثقة أولا فما أصحاب أعمال اللي معانتها معاشوا وضعيات صعبة خلال السنوات الفارطة وجاء الوقت بيش نفضل الإشكاليات معها بأي الأشكال نفضل الإشكاليات معها الثنين إدارة واقفة معاش تشتغل إنسان معاش مسؤول يقول لك أنا معاش نصح مؤسسات عمومية بنوك عمومية واقفة لأنها فما إشكال أنا 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 أعنطيك مثال متاع بنك مش مش نسميه لأن أنا أنا على الفضاء تونتكلم مش بنك معنة لا 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 تراجع من 2010 2013 بقرابة 30 و40% سألته المدير العام قلت وش به تراجع قال لي أنا عندي إدارة عامة للقروض ما تشتغل إلا في مع القضاء تجاوب في القضاء ومشي القضائج القضائج القضاء قال ليه البانك واقفة معاش تشتغل وهذه وضعية نأكد لك أن في عديد المؤسسات العمومية في البنوك في الإدارة هذه الوضعيات رأي وضعيات لابد من فك فما أصوات التوفيق القرن كرا هو المصالحة تبيض مع الفساد لا مش صحيح مش صحيح فما أصوات تقول تبيض مع الفساد فما شكون يقول لك حتى هذه فما شكون فما واحدة واحد في مجلس مجلس نوب الشعب يدور بوثيقة بوثيقة فيها تعهدات متاع متاع الليزون دفير في البنوك كش يقول يقول هاو المصالحة غالط غالط بالعكس المسالة ما يش البنوك بيش تواصل واي قاعدة تواصل معنتها بيش تقوم بعملية لإستخلاص الدولة هذه هذيك تعهدات متاع القطاع متاع بعض أصحاب العمال يقابلها معنتها أشياء موجودة معنتها وطلة موجودة مصانع موجودة ما يش ما يقول لك معنتها اختلاص متاع مش مش اختلاص دايك موارد اختلاص موجودة في بلدان العالم الكل يخدمو بالقروض فما نسبة معروفة 30 ولا 40 في المائة ولا 50 في المائة في أقصر تقدير بالأموار ذاتية والبقية بالقروض فهذه كلام متاع تبيض الفساد يخويا القانون اللي إنسان ليسرق ليهز لي حط في جيله لعمل تحويل متاع لمصالح شخصية لموارد الدولة يخويا حتى حد ما حتى حد ما يناجم يدفع عليه يزمو يعني يتعدى القضاء ويزمو القضاء يقول فيه كلمة يحاسب وفير الناس الاخرين الناس اللي تشتغل بصيفة عادية الناس اخذات قرارات اخذات قرارات عن غير دراية اجتهد شو نسكروا باب الاجتهاد إذا كان نعمل نواجبش نسكروا كل باب هاني قاعد نجي نمشي نشرب قاوة نخرج نعمل قاوة وانتهى الموضوع ما ناخد شي قرار حتى يجين يعرف يقول القرار يقول صحح لانتي قبل توصحها على بعد ما صحح انتي وانتي متعدي تحب هذا هذا ما نقدموه ما نجموش نقدموه في هذا الاتجاه فالمطلوب هو اذا نحب ونرجع الثيقة فما هذا هذا الموضوع لابد ان يبت فيه فما بلدان مشيت في اتجاه اكتر من هذا فما بلدان عملت ما يسمى بالحماية الجزائية لاصحاب الاعمال شين الحماية الجزائية قولك تانك ما سرقش تانك ما عملش دي تانك ما مياباد كوروبسون تانك ما 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 شه واحد اخويا السوق هو اللي يحكم عليه ولا الادارة لا تتالي اللي تحكم عليه موش سيبان احنا ماشيين في بلدان العالم ماشي في دي بناليزاون دي شاك لا سك ولا يقول لك سك علش بنال سك اي بنال هيا دخلتوا للحبس السك ويدخل غاديك ويقعدوا تتفرجوا في شين في بعض حاليت المشك ما حاليتش المشك انا نعتقد انا من الاشياء الاجابية من المتطلبات لارجاع الثقة ولدعم النمو والثقة اساسية في الاقتصاد هو ان يمر هذا القانون وان يصدر في اقرب لجال حتى ترجع الثقة ترجع الناس الى العمل وترجع الناس الى النشاط في هذا الاتجاج مشكور جدا سي توفيق بكر محافظ البنك المركزي سابقا ترجمة نانسي قنقر